السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواني اخباركم كل شي بخير اتمنى تكونوا كاملين ونصحة وعافية كاملين بخير وعلى خير معكم هشامة من قناتكم الكرة المغربية بدرجة اولا اخواني كندعوكم الاشتراك في القناة لان الاشتراكات قليلة وقليلة بزاف مما سبب تضاور للقناة والسبب الراجع مش للاخوان انهم يشاركوا لان اليوتيوب كينقص لي بزاف دين المشاركين من القناة وكينقص لي بزاف دين المشاهدات مما خلال القناة في مستوى متدني بزاف ما فهمتش علاش حاولت نرسلهم بقي ما تلقيش جواب لذلك كنتمنى منكم انكم تدعموني بقوة باش القناة تبقى غادة في نفس المصار دياله وفي نفس المستوى دياله كنشكركم بزاف وسمحوا لي ديما كان طلبكم وديما كان لح لكم انكم تعاونوني لكن ما عندي من غير الله غير نشوه باش منطوش لكم عاش المغرب لا عاش من خنى ولا غالب الا الله والصحراء مغربية رغم كيد الحاق دين نمر لأبرز العنوين حرب الكلاشات بن مغني الراب في المملكة المغربية والجزائر وعلى المجيد كذبونق للعقل يدخل على الخطة القضاء الهولندي يدين مقتحمي قنصليتين مغربيتين دافيد غوفرين مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط يقصف الجزائر الصحفية اليخاندر اجدو تفضح من داخل البوليزاريو سيناريو الاقصاف الوهمية للمرتزق كذبة جديدة للنهار الجزائرية فيديو لبناني لأزمة البوط يصبح مغربيا خبر مفرح اسبانيا تساعد لارجاع جزيرتين الى المملكة المغربية مصر تقدم اعتدار الرسمي الى الشعب المغربي السعودية تصدم عصابة السنادلية وعرابة والجزائر من جديد حزب اسباني المغرب يخنق السبت وامليلي اقتصاديا وحكومة سانشيز عاجز عن انقاذهما المملكة العربية السعودية تنزل بكل اتقالها وتصفع الجزائر والسنادلية وتدعو لطردهم من الاتحاد الافريقي الكونغرس الامريكي يمتني عن تمويل بناء قنصلية امريكية بالداخل المغربي الامارات تدخل على خط كدب الاعلام الجزائري بخصوص الغاز الذي يمر من المغرب وتوجه صفعة قوية الجيش المغربي يقوم ببندرة السنادلية من جديد اليوم تحدى مغني الراب توفيق حازب المعروب بلقب دومبيغ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد كدبونة حينما خصص مكافأة لمغني الراب الجزائريين من اجل الرد على كلاش موجه للدومبيغ وحسب ما نشرته قاناة جزائرية فان الرئيس الجزائري عبد المجيد كدبونة قد خصص مكافأة مالية قدرها مليون دينار جزائرية اي ما يعادي ستة وستون الف درهم من مغربية لمغني راب الجزائري يوجه كلاش الى الراب بورة المغربية الدومبيغ من جانبه رد الدومبيغ في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام يتحدى فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد كدبون ويقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين على حساب قناة جزائرين الرئيس الجزائري عبد المجيد كدبونة غيهدي مليون دينار لاي واحد غيجوبني بكلاش جديد انا كنقول الاخوة رواب الجزائريين لجوبني وعجبني كلاش ديالو غنعطيه جوز المليون دينار جزائري وتعود تفاصيل هذه الدجرة بعدما اشعل مغني الراب المغربي الملقب بالنقوصين بحليوة حرب كلاشات بين مغني الراب في المغرب والجزائر على خلفية اتهام المغني الجزائري ديدي كانونة المغني حليوة بسببه لامه دان القضاء الهولندية مرتكبي اعمال التخريبة التي ارتقبت في يناير ومارس في قنصريتين مغربيتين في اوتريخت ودهنبوش بالسجنة وحسب مصادر قدائية هولندية فقد تم حرمان المتهمين من الحرية لمدة سبعة ايام مصحوبة بالتزام بعدما الاقتراب من التمتيليتين القنصريتين لمدة عامين يذكر ان هذه القضية جمعت بين المدهي العامة الهولندي والشخصين وادن القادي الاعمال الغير قانونية التي ارتكبها هادان الشخصين والتي تمسب التمتيليات القنصرية المغربية وشعارات الامة وذلك ادراكا منه لخطورة الجرائم المرتكبة كما اعلن ان عامل القنصريتين يجب ان يستأنف مصاره الطبيعية من اجل الاستجابة لطلبات الجالية المغربية بكل هدوء قال دافيد جوفرين القائم بالاعمال بمكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباطة ان التوترات التي شهدت العلاقات بين المملكة المغربية وما يسمى الجزائر بعد اعادة العلاقات بين المملكة المغربية واسرائيل محاولة واضحة من النظام العسكرية الدكتاتورية الجزائرية لصرف النظر عن مشاكله الداخلية وجاء ذلك في حوار مع القناة الاخبارية الاسرائيلية ايفان كات نيوز في نسختها الفرنسية وحول المجالات التي يمكن ان يستفيد منها المغرب في هذه العلاقات الدبلوماسية قال جوفرين لاسرائيل خبرة كبيرة في الزراعة والماء والتقنيات وتطوير الزراعة في المجالات الصحراوية واعرف ان المغارب مؤتمون كثيرا بالتقنية الاسرائيلية في مجال الطاقة المتجددة اكدت الصحفية الاسبانية اليخاندرا اجت في جريدة البيس ان مرتزقة تندوف اخذوهم بسيارة عسكرية رباعية الدفع لحضور الهجوم العسكرية بين مزدوجتين الذين سيشنوه على مواقع مغربية قرب المحبسة واضافت المتحدث انه حين فجأتهم القوات المغربية بتلات قدائف هاون تعمدت عدم اطلاقها نحوهم بشكل مباشر اطلقوا جميعا صيقانهم للريحة وبعدها اعتذرت مرتزقة الصنادلية للصحفيين عن عدم نجاح الهجوم المزعوم حفاظا على سلامة الصحفيين الاسبان من جديد اعلام النظام العسكرية الدكتاتورية الجزائري يزور الحقائق ويفتر على المغرب حيث روجت قناة النهارة الجزائرية لفيديو يظهر تهافت مجموعة من الناس على قنينة الغازة في اشارة الى قلته وندرته ونسبت القناة النطيقة بلسان حال العسكر الجزائرية تلك المظاهر الى الشعب المغربية محاولة الربط بينها وبين الحاجة الى الغازة الجزائرية الذي من الممكن ان تنهي الجزائر امداده للمغرب بعد نهاية اكتوبر الجرية وافدت مصادر اعلامية ان الفيديو يعود الى لبنان في الاصل ما يؤكد افتراء القناة الجزائرية واخلالها بالمهنية وتمادها في تزوير الحقائق شرع الجيش الاسباني منذ صباح اليوم الاربعاء في عملية استخراج رفات خمسون جوتة مدفونة في مقبرتين بجزيرة بنيس وصخرة الحسيمة التي يطالب بهما المغرب كونهما ضمن ترابه الوطنية وحطت مروحيتان تابعتان للجيش الاسباني بالجزيرتين حيث تقرر بمساعدة شركة مختصة في الجنائز استخراج الجزة التي يعود تاريخ دفنها نحو قرن ونصف القرن من الزمن وتحويلها للدفنة في مقبرة مليليا المعتلة وتقرر ازالة مقبرتين من جزيرة باديس المعروفة بالجميرة ومن صخرة الحسيمة قبل انتهاء العامة الجارية وهي العملية التي ستكلف مئتا الف اورو وفق موقع اوكدياريو الاسبانية وكان قرار استخراج الجزة قد وقع شهر يوليوز الماضي من قبل احد الجنرالات الاسبانيين وقد حدد اليوم الاربعاء العشرون اكتوبر الفاني وواحد وعشرون موعدا لانطلاق عملية استخراج رفات الجزة الاسبانية هذا ويطير قرار السلطة الاسبانية التخلص من المقابر في الصخرتين جدلا واسعا في الجارة الشمالية حيث تشبه هذه العملية قرب خروج الاحتلال الاسباني لهما اذ ان عملية استخراج الجزة الحالية تشابه تلك التي سبقت في 1975 حينما استخرج اسبانيا جزة المدفونين في الصحراء المغربية قبل استرجاع من طرف المملكة المغربية عبر المسير الخضراء المضفرة قدمت ادارة مهرجان الجون السينمائي الدولي المصرية باعتدار رسمي للشعب المغربي قاطبة بسبب عدم تقديم النجم العالمي من اصل المغربي ردوانا والملحين المغربي نعمال بالعيش خلال افتتاح الحفلة موضحة ما حدث خطأ غير مقصود في الاعداد للحفلة واعربت عن اسفها لوقوعه وتتمنى عدم تكرارها وتأسفها للشعب المغربي قاطبتنا واكدت ادارة المهرجان في بيان رسمية امس التولتاء احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامة فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي والعالم قاطبتنا وتقديرها للانتاج الفني لهؤلاء المطربين وتوجه ادارة المهرجان المصرية بالشكر للفنان ردوان والملحي النعمال بالعيش على الاداء المتميزة التي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح مؤكدة اعتزازها بالمشاركة المغربية في مهرجان الجونة الدولية المصرية بكل دورات سواء من الافلام المغربية المشاركة او صناع الافلام او كل الحضور والمشاركين جددت المملكة العربية السعودية التأكيد امس التولتاء مساء على دعمها لسيادة المغرب ووحدة الترابية مبرزة الجهود التي تبدلها المملكة المغربية قصد ايجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية واكد السفير الممثلة الدائم للمملكة العربية السعودية عبدالله المعلمي امام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة ان المملكة العربية السعودية ترفض اي مساس بالمصالح العليا او بسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدة الترابية وعلاوة على ذلك اشر المعلمي الى ان بلادها تجدد الترحيب بانعقاد المائدتين المستديرتين حول الصحراء المغربية بمشاركة المغرب والجزائر الطرفان الرئيسيتان ومن ثم موريطانيا والصنادلي واضف قائلنا ندعو الى الاستمرار في هذا النهج للتوصل الى حل نهائية لهذا النزاع المفتعل الذي طال امده مشددا على ان المملكة العربية السعودية تدعم جهود التي يبدلها المغرب من اجل ايجاد حل سياسي واقعية لقضية الصحراء المغربية على اساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الامدة الصناة وتحت اشراف الامينة العامة للامم المتحدة وفي هذا الصيام جدد السفيرة السعودية دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الداتي في اطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابية نشر الى ان الامر يتعلق بحل يتطابق مع القانون الدولي ومتاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة انتقد حزب فوكس اليمينية العنصرية المتطرف سياسة حكومة بيدرو سانشيززة مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين معتبرا ان ترد اوضاعها الاقتصادية ناتج عن خنقها اقتصاديا من طرف المملكة المغربية في ذي الغياب خطة بديلة واستراتيجية محكمة لتجاوز الازمة ولانقاذ المدينتين المحتلتين من الانهيار الاقتصادية واوضح اعضاء الحزب في كلمتهم بمجلس النواب الاثنين الفرطة ان حكومة بيدرو سانشيزة لم تقدم اي اقتراح او خيارة مستقبلية بخصوص وضع المدينتين مسجلين ان الحصار الاقتصادي المفروض على سبتة ومليلية ادى الى ترد الاوضاع الاجتماعية وغياب تام لاستراتيجية مركزية تناسب مع حاجية الساكين ومتطلباتهم في سياق متصل اشرت النائب البرلماني تيريزا لوبيزا الى ان الحكومة الاسبانية الحالية متورطة في هذه الانتكاسة الاقتصادية من خلال سماحها بنشاط التهريب المعيشي انطلاقا من المعابر الحدودية ما جعل الحكومة الحالية عاجزة عن التخفيف من حدة الازمة الاقتصادية والتي بدأت تستفحد بعد اعلان المغرب غلق الحدود البرية وبالتالي وقف نشاط التهريب المعيشي والجدير بالذكر ان الرباط لا تزال الى حدود الساعة لم تصدر اي قرار بخصوص تاريخ فتح المعبر الحدودية وكانت المملكة المغربية قد قررت بشكل نهائي خلال سنة 2019 وقف التهريب المعيشية ليتم اغلاق الحدود بصفة نهائية بتاريخ 13 مارس 2020 كاجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس التاجية ما خلف تبعات الاقتصادية على كل من سبت ومليليا المحتلتين تضامنا مع المملكة المغربية والشعب المغربية نشرت الصفحة الرسمية لقناة العربية السعودية الواسعة الانتشار صورة الحملة الدولية لطرد عصابة الصنادلية من منظمة الاتحاد الافريقي ما قامت به قناة العربية من تضامن مع الحملة المغربية تحتها هاشتاغ طرد الصنادلية من الاتحاد الافريقي يعد بما لا يدعو مجالا لشك ان السعودية مع المملكة المغربية قلبا وقالبا في قادية الصحراء المغربية دوتا قطرت تعليقات الشكر من المغرب على صفحة القناة الاخبارية تحت هاشتاغ مشكورة والشكر لله المملكة العربية السعودية تضامنها مع المملكة المغربية صادق مجلس الشيوخ الامريكية الكونغرس على قانون الاعتماد بمنع وزارة الخارجية الامريكية من استعمال الميزانية المخصصة لها في بناء او تشغيل اي قنصلية باقاليم الصحراء المغربية وحمل هذا القرار الصادر عن الكونغرس الامريكية فقرة تنص على وزارة الخارجية الامريكية تحديدا منع استعمال اي نوع من المخصصات او اموال لبناء او انشاء او تشغيل اي قنصلية بالصحراء المغربية كما جاء قرار المنع بعد مصادقة الكونغرس الامريكي على قانون المالية والمخصصات والاعتمادات لوزارة الخارجية الامريكية لسنة الفان واثنان وعشرون وقد نصت وثيقة قانون الاعتماد ميزانية الحكومة في صفحته مئة وواحد على ما يلي ان لا يتم تخصيص اي جزء من الاموال او خلاف ذلك من الاعتمادات المتاحة بموجب قوانين سابقة لوزارة الخارجية والبعتات الخارجية وغيرها من البعتات في بناء او تشغيل قنصلية امريكية بالصحراء المغربية واضفت هذه الوثيقة ان كل هذه الاموال المخصصة لوزارة الخارجية الامريكية هي تخص فقط دعم العملية السياسية بالصحراء المغربية ولاجل تسوية نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد اعلنت السنة المادية سياسة المغرب الكاملة على اراضي صحرائها وذلك في قرار تاريخي للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حيث تجسد راحقا هذا الاعتراف بافتتاح قنصلية امريكية افترادية بالدخل دخلت الامارات على خط كذب الاعلام الجزائري بخصوص قلة الغاز في المملكة المغربية والذي يولد منه الطاقة الكهربائية حيث ابرز قناة سكاي نيوز عربية الاماراتية على موقع الالكترونية الاستراتيجية المغربية في مجال الانتقال نحو الطاقة الندفة وتخليها عن الغاز سواء الجزائري او العالمية والتقدم الذي احرزته المملكة المغربية على صعيد انتاج الطاقة المتجددة في افق تحقيق السيادة الطاقية من خلال مشاريع ضخمة طلبت استثمارات كبيرة وكتب الموقع بمناسبة تنظيم الاسبوع الاقتصادي المغربي بالمعرض العالمي اكسبو الفاني وعشرون دبي ان المملكة المغربية احتلت المراكز الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤشر المستقبل الاخضر والذي تصدره منصة ايم اي تيفي تكنولوجي ريفيو والذي يصنف ستة وسبعون بلدا واقليما وفقا للتقدم على درب مستقبل الاخضر من خلال تقليس انبعات الكربون وتطوير طاقة نظيفة والابتكار في القطاعات الخضراء يأتي هذا الرد الاماراتي بعد الكاذبة الجزائرية بخصوص ان المغرب يحتاج الى الغاجة الجزائري وان لا سيموت بردنا قامت قوات الجيش المغربية الباسلة حسب المصادر ببندرة ميليشيات الصنادلية من جديد بعد محاولة من البائس الاقتراب من جدار الامنية المغربي بالصحراء المغربية قتيل وثلاث جرحا هم ضحايا تهور الميليشيات الجزائرية وذلك قرب منطقة امهريزا العازلة والتي اصبحت مقبرة جامعية لمتلاشيات الصنادلية الجديد هذه المرة في الاسلوب الذي حاولت الصنادلية تسلل بها حيث حاولوا الاقتراب من الجدار الامني بالزيلة المدنية وسيارات مدنية وهو ما يعتبر تكتيكا ارهابيا محرما من طرف الجيوش النظامية والقوات الامنية الجيش المغربي الباسل لم تنطلع عليه الحيلة حيث قامت الدرون المغربية بالقصفة ما نتج عنه قتيل وثلاث جرحا على الاقل لا. اخواني الى هنا انتهت حلقة هذا اليوم اتمنى من الله سبحانه وتعالى لاناتنا الاعجاب ديلكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة تفعلوا زر الجرس ما تنسوش كذلك. دعمونا بزر اعجاب باش نواصلوا قدما ان شاء الله دمتم في رعاية الله الى حلقة غدا ان شاء الله.